اشتركوا في القناة في التطبيقات الفيزيائية النهاردة ان شاء الله حلقة اليوم هنكمل مع بعض التطبيقات الفيزيائية وهنكمل وهنشوف مع بعض تمارين في التكامل فهيا بنا عايز بس افكرك بحاجة ان التطبيقات الفيزيائية بتتعامل مع ثلاث حاجات عندي مسافة وسرعة وزمأ وعجلة دول كلهم دوال في الزمن يعني انت لما تيجي تشتق او تكامل هيكون دالة بالنسبة لمن بالنسبة للزمن طيب لما اجيب لك في المسألة فا يبقى انت تعرف ان دي تطبيقات على الاشتقاق يعني هتفاضل لو جيب لك جيم يبقى انت عارف ان دي تطبيقات على التكامل يعني انت هتكامل طيب لو جبتلك عين انت واقف في النص احيانا اطلب منك فا يبقى هتكامل ولو طلبت منك العجلة اللي هي ايه هتفاضل تعالوا نشوف مسألة من المسائل اللي عندي طبعا انا كاتب لك هنا برضو المدرج بتاعي او السلم بتاعي ده مهم جدا ركز معايا انا عندي هنا من فا الى عين ومن عين الى جيم بعمل ايه افاضل يعني اشتق طب لو من جيم لعين او من عين لفا يبقى اعمل ايه تكامل يبقى انت عندك الفا دالة في الزمن وعندك الزمن دالة ايه السرعة اه لما اجي هنا اكامل ماشي العين هتكامل ايه الجيم بالنسبة ايه للزمن كل دول بالنسبة ايه للزمن طيب انا عندي جيم بعمل له تكامل يطلع سرعة اعمل تكامل للسرعة يطلع لي ايه يطلع لي المسافة تعالوا نشوف مسألة هاخد مسألة جات في الكتاب المدرسي صفحة تسعين السؤال رقم اتنين صفحة ايه تسعين بيقول لي ايه تتحرك نقطة مادية بعجلة جميل اول ما شفت عجلة تكامل تلاتة نون زائد نون تربيع لكل سنطل كل سنية تربيع عشان دي عجلة اوجد سرعتها بعد ثلاث ثواني يبقى انا محتاج هنا النون بتلاتة من بدء الحركة وبعدها عايز حاجة تانية بقى وبعدها عن نقطة البدء اذا علم ان سرعتها الابتدائية اتنين سنتيمتر لكل ثانية تعالوا بقى نشوف احنا هنتعامل ازاي انا اعطيك عجلة اعطيك عجلة يبقى في الحالة دي انت اكيد عندك تكامل عندك ايه تكامل طيب انت محتاج مين السرعة هقول له عين يساوي تكامل نجيب بالنسبة للزمن يعني تلاتة نون زائد نون تربية بالنسبة للزمن طيب تعرف تكامل افكرك زود على الاس واحد وقصم عليه يبقى تلاتة نون تربية على اتنين زائد نون تكعيب على تلاتة زائد مين ثابت طبعا انا محتاج اجيب السابت طيب انت بتعمل ايه السرعة دي عايز اعطيك السرعة الابتدائية كانت بكام باتنين اقدر اجيب الثابت اللي عندي اقول له عين اكتبها الاول بعد ما عملت فيها كده تلاتة على اتنين نون تربية زائد نون تكعيب على تلاتة زائد ايه ثابت جميل خالص انا محتاج دلوقتي اجيب الثابت اللي عندي تمام والثابت اللي عندي ده ايه هنعوض عنه بكام نشوف قالك في المسألة ديت محتاج اعوض عن النون طب ما انا اعطيك السرعة الابتدائية السرعة الابتدائية بكام السرعة الابتدائية عطهاني باتنين فاقول له اتنين يساوي النون هنا من بدء الحركة نون بصفر يبقى النون بتساوي صفر يبقى عين باتنين ونون بصفر طيب اعوض بقى كده يبقى اقول له تلاتة على اتنين بصفر يعني دي كلها بصفر زائد صفر قس تلاتة على تلاتة زائد سابت يبقى السابت بكام باتنين جميل خالص طب انت جبت السابت باتنين يبقى في الحالة دي اقول له عين تساوي تلاتة على اتنين نون تربيع زائد نون تكعيب على تلاتة زائد اتنين زائد كام زائد اتنين طيب هو كان عايز bientôt عايز سرعتها بعد تلت ثواني من بدء الحركة يبقى اقول له عين وعوض عن النون بتلاتة عوض عن النون بكام بتلاتة يبقى انا عندي هنا هقول له تلاتة على اتنين تلاتة تربيع شايف معايا كده زائد تلاتة قص تلاتة على تلاتة زائد اتنين يساوي هتهالي بقى بال ايه تلاتة قص تلاتة بتسعة تلاتة بسبعة وعشرين على اتنين زائد تلاتة قص تلاتة بسبعة وعشرين على تلاتة يبقى تسعة زائد اتنين دي 11 ودي كانت ب13 ونص يبقى 24 ونص طب دا ايه سرعة يبقى سنتيمتر طب هو عايز البعد عن نقطة البداية يعني عايز المسافة آه كلمة بعدها هنا وما طلبش ما طلبش هو كان هنا سرعتها واضحة وصريحة هنا كان قال لي وبعدها يبقى في الحالة دي محتاج اجيب فاء يبقى انت هتكامل السرعة هتقول له فاء يساوي تكامل عين بالنسبة للزمن طب عين بكم بقى عندي اهي 3 على 2 نون تربيع زائد نون تكعيب على 3 زائد 2 الكلام دا كله بالنسبة للزمن يعني يساوي 3 على 2 تنزل وهنا نون تكعيب على 3 زائد زائد نون قصة 4 على 4 وما تنساش التلاتة بتاعتنا زائد اتنين نون زائد مين بقى زائد ثابت طب عندك تبسيط اه عندي تبسيط انا ممكن ابسط ابسط التلاتة مع التلاتة اه يبقى نص نون تكعيب زائد واحد على اتناشر نون قصة 4 زائد نون انا محتاجي اجيب السابت طيب ما هو انت عندك فاق بصفر لما كنت بقولك مبادئ الحركة لما نون بتسوي صفر اللي هو على طول الثابت هيسوي صفر خدها قاعدة كده لانك انا هتعوض هنا بصفر وانا بصفر وانا بصفر خلاص يبقى الفاق بصفر يبقى فاق عندي بكام بقى يبقى نص نون تكعيب زائد واحد على اتناشر نون قصة 4 زائد اتنين ايه نون هو عايز بعد 3 ثواني يبقى جيب له فاق 3 عوض بقى 3 تكعيب ب27 على اتنين زائد 3 يبقى 81 على اتناشر زائد 3 في اتنين بكام بست طبعا انت ممكن ايه تبسط او ممكن تستخدم الالة 27 على الاتنين زائد 81 على الاثناشر زائد الست 27 على الاثنين 13 ونص 81 على الاثناشر فيها ستة باثنين وسبعين باقي 9 على اتناشر يعني تلات تربع يعني خمسة وسبعين من مية زائد 6 لو انا قدرت ان انا اعجيبها كده على طول طيب دي نص طيب ستة وستة كام اتناشر خمسة وعشرين ستة وعشرين وربعة يبقى ستة وعشرين وربعة دي ايه بقى دي كانت مسافة يبقى سنتيمتر طيب انا كان عندي هنا السرعة سنتيمتر على ايه على الثاني عشان ما ننساش طيب انت عملت ايه بقى المسألة الطويلة الجميلة الحلوة دي بص بقى خليك معي انا عطيلك عجلة وقلت لك اوجد السرعة بعد ثلاث ثواني من بدء ايه الحركة خلي بالك طبعا بدء الحركة يعني عندك الحركة الابتدائية السرعة الابتدائية بتاعتك صفر الزمن بتاعك بيبقى ايه صفر تمام وبعد كده قلت لك وبعدها كلمة البعد هنا هي المسافة هي دي الفكرة في المسألة ما قلت لكش المسافة صريحة لا قلت لك وبعدها عن نقطة البدء برضو بعد ثلاث ثواني فبديلك معطيات المعطيات اللي عندك دي عشان اقدر اجيب منها الثابت لما قلت لك السرعة الابتدائية كانت بكام كانت بثنين لما عوضت عن نوم بصفر عين بصفر طلعت الثابت في المرة اللي بعد كده لما بتعوض في المسافة عشان تجيب الثابت بتلاقي ان النوم بصفر وفق بصفر غالبا الثابت بيطلع بايه بصفر وانا كده حلت ايه التمرين ده تعالوا نشوف برضو فكرة بتاع تمرين تاني اه وليكن تمرين وزاري جيه عندي في ايه في الفين وكام واحداشر الدور الاول تعالوا نشوف الدور الاول بيقول لي ايه با بدأت نقطة مادية حركتها من السكون بعجلة برضو اعطينا عجلة اه قدرها تلاتين ناقص ستة نون فاوجد السرعة عند اي لحظة ده راجل طيب عايز ايه القانون واذكر متى يسكن لحظية يبقى هو عايز ايه عايز السرعة ومتى يسكن لحظية جميل خالص تعالوا بقى نشوف انت عاطيني ايه عاطيني عجلة طيب انت محتاج سرعة طيب امتى تجيب السرعة لما تكامل العجلة يبقى القانون بتاعك عين يسوي تكامل جيم بالنسبة للزمن تعالوا نشوف يبقى قلو عين يسوي تكامل جيم بالنسبة للزمن طيب جيم هنا بكامل اعطيني في المسألة تلاتين ناقص ستة نون بالنسبة للزمن طيب كامل يبقى التلاتين دي حط معها نون والنون دي زود عليها واحد واقسم عليه زاد ثابت جميل اول طبعا بسط دي مع دي يبقى فيها كام فيها تلاتة طب انت محتاج تجيب مين تجيب الثابت ده هقول له بقى عين بصفر لما نون بصفر هيؤدي ان الثابت يطلع بصفر يبقى عين طلعت بتلاتين نون ناقص تلاتة نون ايه تربيع جميل اول وده المطلوب الاولاني اوجد السرعة عند اي لحظة يبقى السرعة عند اي لحظة طلعت ايه القانون بتاعيه طب انت ليه عملت كده ما انت لما يكون مفيش زمن يعني لسا الراجل ما تحركش من مكانه هيبقى فيه سرعة اكيد السرعة بصفر يبقى عشان تجيب الثابت ده عوضت عن عين بصفر ونون بصفر في المعادلة بتاعتنا طلعت الثابت طلع بصفر يبقى كده عندي معادلة السرعة عند اي لحظة هنا بقى بيقول لي متى يسكن لحظيا شوف بقى هقوله هنا يسكن الجسم لحظيا عندما مين يقول لي السرعة تسوي صفر اه هو بقول لي متى يعني محتاج زمن طب انا اجيبه ازاي اقول له شايف اللي موجود ده معادلة السرعة سويها بالصفر وحل معادلة وحل ايه معادلة تعالى نشوف كده يعني تلاتين نون ناقص تلاتة نون تربيع يصوي صفر ده بقدر سنائي يبقى على طول فرق بين مربعين اقاسف عامل مشترك يبقى هاخد بين التلاتين والتلاتة امتى فرق مربعين لما يكون دي كمية مربعة دي كمية مربعة لكن هنا اول حالة بدور عليها العامل المشترك يبقى تلاتة وبين النون والنون تربيع اخد نون واقسم اقول له تلاتين نون على تلاتة نون فيها عشر تلاتة نون تربيع على تلاتة نون يبقى فيها نون اما 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 التلاتة نون بيسوي صفر اكيد التلاتة ما بيسوي الصفر يبقى النون بيسوي صفر ده مرفوض لان لسه الزمن وكان لسه تحرك يبقى كان يسكن لحظيا ازاي وهنا عندي عشرة ناقص نون تسوي صفر ودي الحارة التانية يبقى نون بعشر ده الزمن المطلوب يبقى هقول له يسكن لحظيا عندما النون بيسوي كام عشرة ثانية وكده المسألة ايه خلصت جميل اول يبقى المسألة دي اللي جات لي في الوزارة كان بيقول لي ايه بيقول لي عطيك عجلة وبقول لي اوجد السرعة عند اي لحظة ما قاليش ان انا عايز يعني حاجات معينة او اعطيني شروط معينة عند اي لحظة يعني اجيب له القانون طب وبعد كده قال لي متى يسكن الجسم لحظيا طبع امتى يسكن امتى يقف عندما سرعته تساوي صفر طب في الحالة دي هو عايز زمن يبقى معادلة السرعة اسويها بالصفر واشوف العدد اللي يطلع طب لو عندي بالسالب او صفر اقول له مرفوض ما فيز زمن بالسالب يبقى يترفض طب لو كان صفر مش هاخده لان كان لسه الجسيم لم ينطلق او يتحرك يبقى في الحالة دي اخذ العدد ايه التاني تعالوا نشوف برضو مسألة تانية من المسائل الوزرية 2012 بس دي كانت في السودان الدور الاول 2012 السودان الدور الاول شوف بقى كاتب لي ايه تتحرك نقطة خليك معايا بقى هنا مادية من السكون ايواء خليك هنا شايف كده معايا تتحرك نقطة مادية من السكون في خط مستقيم في خط ايه مستقيم مالو عاطيك برضو عجلة بعجلة تساوي ستة نون ناقص اتنين خلي بالك العجلة ثانية تربيع اوجد سرعة النقطة المادية بعد اربع ثواني من بداية الحركة طيب جميل خالص هو هنا عاطيك ايه عاطيلك المسألة بتاعتك عجلة عاطيلك ايه عجلة وطالب منك السرعة بس عاطيلك بعد اربع ثواني بعد اربع ايه ثواني يعني هو طالب بعد زمن معين طيب انا عاطيك عجلة وطالب سرعة اول ما تشوف عجلة تكامل عشان دي اخر حاجة في السلم تحت يبقى طبعا عشان تطلع فوق هتطلع بالتكامل لكن لو عاطيك المسافة دي اول حاجة في السلم يبقى اكيد هعمل لها تفاضل عشان تنزل خدت بالك الفرق بينهم اول ما تشوف دي طب تعال بقى نشوف ايه هتعمل ايه هتقول له عين يساوي تكامل جيم بالنسبة للزمن طب جيم بالنسبة للزمن بيقول لي هنا ايه جيم اللي هي ستة نون ناقص اتنين بالنسبة للزمن يبقى ستة نون تربيع على اتنين ناقص اتنين نون زاد سابت في عندك اختصار ايوة في عندي اختصار طيب انت محتاج تعمل ايه محتاج تجيب لي دلوقتي السابت انا عندي عين طلعت بتلاتة نون تربيع ناقص اتنين نون زاد ثابت انت محتاج تجيب الثابت طب مش لسه السرعة ابتدائية يعني لسه هينطلق طب اكيد الايه الزمن بصفر يبقى هقول له عين تساوي صفر لما نون تساوي صفر وبالتالي السابت يساوي صفر يبقى انا عندي عين هل ساوي تلاتة نون تربيع ناقص اتنين نون طب هو كان عايز ايه هو كان عايز السرعة دي بعد اربع ثواني يعني معناها بيقول لي عوض لي في المعادلة السرعة عن نون باربعة يبقى عين اربعة يساوي تلاتة في اربعة تربيع ناقص اتنين في اربعة واضح كده اربعة تربيع بكام بستاشر في تلاتة بتمانية واربعين ناقص تمانية يساوي اربعين اربعين هو بالسانتي ولا بالمتر لا بالسانتي طب لكل مين بقى لكل ثانية عشان دي سرعة طب لو عجلة يبقى ثانية تربيع لو مسافة سانتي بس جميل خالص تعالوا ناخد برضو ايه مسألة تاني ونشوف احنا دلوقتي في تطبيقات التكامل الفيزيائية فيزيائية يعني بتكلم على مسافة وصرعة وعجلة في الزمن عشان الناس اللي امتبع معنا او اللي لسه ملتحقين بينا فيه سؤال بيقول لي تتحرك نقطة مادية من السكون تحت تأثير الجاذبية الارضية بعجلة اتنين في ستاشر ناقص نون سنتيمتر الكل ثانية تربية عند اي لحظة نون ثانية اوجد السرعة والمسافة عند نهاية خمس ثواني ثم اوجد الزمن اللازم انا عايز الزمن اهو ليصل الجسيم للسكون مرة اخرى احنا عرفنا الكلام ده يعني اكيد هيساوي صفر السرعة هتساوي صفر تعال بقى نشوف مسألتنا بتقولين مسألة جميلة وطويلة وحلوة وهنقدر ايه نشوف هو عايزيه هو عطيك عجلة تمام وعايز سرعة ومسافة عند نهاية خمس ثوان طيب يبقى في الحالة دي انت هتكمل مرتين على طول يعني ممكن اجيب التكامل بتاعي ماشي واشوف انت كل مرة محتاج تطلع الثابت اشوف المعطيات اللي عطهاني طيب لو كان لسه بادئ لو كل البداية من الاول هقوله نون بصفر يبقى هنا ايه فق بصفر يطلع السابت بصفر مثلا او السرعة هنا لو كانت سرعة لسه بادئ يبقى هقوله نون بصفر لما عين بصفر تعال نشوف اقوله عين يساوي تكامل نجين بالنسبة للزمن تم تفكر دي اصلا اتنين في ستة باتنين وتلاتين اتنين في ستاشة باتنين وتلاتين ناقص اتنين نون ليه بقى العذاب ده واقوله بالنسبة نون يبقى اتنين وتلاتين نون ناقص اتنين نون تربيع على اتنين زائد مين زائد ثابت هو هنا آآ نون بصفر لما عين بصفر يبقى هيطلع الثابت بتاعي بكام بصفر يبقى عين هساوي اتنين وتلاتين نون ناقص نون ايه تربيع طب انا محتاج اجيب العجلة المسافة بقى انا جبت له السرعة من العجلة كاملت هقول له فاق يبقى انا في الحالة دي اقول له فاق هيساوي تكامل عين بالنسبة للزمن يبقى اتنين وتلاتين نون ناقص نون تربيع بالنسبة للزمن تمام يساوي اتنين وتلاتين نون تربيع على اتنين ناقص نون تكعيب على تلاتة زائد ثابت زائد ايه ثابت طب دي معادي بقى فاقام فيها ستاشر فيها كام ستاشر طب انا محتاج اجيب الثابت اللي عندي يبقى هقول له نون تساوي صفر لما فا تساوي صفر يطلع عندي الثابت برضو ايه بصفر يبقى اقول له فا ساوي ستاشر نون تربيع ناقص تلت نون كام تكعيب جميل خالص انت بقى محتاج ايه بعد خمس ثواني تعالي نشوف انت عندك ادو السرعة وقادي المسافة وهو عايز بعد خمس ثواني اقول له بسيطة خالص اقول له كده اديعين اشير النون وحط خمس ودفاع واشير النون وحط خمس طبعين قانونها ايه اتنين وتلاتين نون يبقى في خمسة نقص خمسة قس اتنين اتنين وتلاتين في خمسة مية وستين نقص خمسة وعشرين يبقى مية خمسة وثلاتين سنتيمتر لكل ثانية جميل اه الفاء بقى هنا يبقى ستاشر وخمسة تربية نقص تلت في خمسة قس تلاتة يساوي خمسة قس اتنين بكام بخمسة وعشرين في ستاشر يبقى اربعمية نقص مية خمسة وعشرين على تلاتة يساوي المية خمسة وعشرين على تلاتة فيها واحد واربعين وتلتين واحد واربعين لما تطرح من اربعمية هيبقى تلتمية تمانية وستين انا عندي هنا تلتين يبقى تلت دي ايه سنتيمتر فقط واضحة كده طيب اقول تاني لا اقول لسه المسألة ما خلصتش ليه بقى لان بيقول لي هنا اه ثم اوجد الزمن اللازم ليصل الجسيم للسكون مرة اخرى من السكون مرة اخرى انحط نوم بصفر يبقى هقول له هنا الزمن الزمن اللي هو ايه حتى يصل الجسيم للسكون مرة اخرى نضع السرعة تساو صفر السرعة مش الزمن بتاعها بقى السرعة المعادلة طيب بيقول لي هو هنا ايه اتنين وتلاتين نون ناقص نون تربيع بالساو صفر خد نون عام المشترك يبقى تنين وتلاتين ناقص نون يساو صفر اما او اما نون بصفر او اتنين وتلاتين ناقص نون تساو صفر طبعا ده مرفوض واحد يقول لي ليه اقول له ما ده كان بداية الحركة يبقى انا مش محتاب يبقى انا عندي هنا النون بالساوي كام بالساوي تنين وتلاتين يبقى تنين وتلاتين ده الزمن اللي هو ايه اللي هو كان مطلوب عندي يصل الجسيم للسكون مرة ايه اخرى جميل اوه احنا كده حلينا مجموعة من التمرين خليك معايا بقى على التطبيقات الفيزيائية اللي هي بتتعامل مع ايه تاني عشان افكرك مسافة سرعة عجلة وكلها دي دوال في الزمن يعني لما اكامل او اشتاق بالنسبة النون نون هنا ايه هو الزمن طيب يبقى انا عايز اقول بقى على مدار ثلاث حلقات دلوقتي احنا خدنا التكامل قواعد التكامل واللي هي نظرياته وخدنا تطبيقات على التكامل طيب التطبيقات دي كانت تقسم الى قسمين التطبيقات الهندسية والتطبيقات ايه الفيزيائية تعالوا اعمل مراجعة سريعة كده على بعض التمرين التكامل وناخد تمرين على التطبيقات الهندسية وتمرين على التطبيقات الفيزيائية تعالوا نكتب اي سؤال من الكتاب المدرسي او من الوزارة او احنا ممكن نكتب سؤال من عنده تعالوا نشوه انا بكتب لك هنا تكامل تلاتة سين ناقص خمسة قس اتنين بالنسبة لسين وتكامل تلاتة سين تربية زائد سبعة سين زائد خمسة قس تمانية في ستة سين زائد سبعة بالنسبة لسين ادي مسألتين اهم ايه الفرق منهم هنا قوس من الدرجة الاولى يبقى دي النظرية التانية اللي بتقول يا استاذ طالما قوس من الدرجة الاولى بعمل ايه بنزل القوس زي ما هو مغيرش منه وزيد على القس واحد وقسم على القس الجديد خلي بالك اهو ضرب معامل سين ما هو هو انا عايز اقولك ان ده مش طاقت ما بداخل القوس اللي هو معامل سين على طول من الدرجة الاولى زائد مين زائد سابعة طب واحد بقى يقول لي هل التلاتة دي تتبسط مع التلاتة اوعى ده انت اللي اتنين في المقام يعني هتضربهم يبقى انا عندي هنا تسعة وهنا تلاتة صين ناقص خمسة قوس تلاتة زائد مين ثابعة ممكن التسعة دي تخليها واحد على تسعة برة اللي اتنين سياني طب المسألة التانية بقى دي دالة ولاحظ ان هي مش من الدرجة الاولى ده يا استاذ دالة من الدرجة التانية ودي ابحث هل هي مشطقة الكلام ده ولا لا لو المشطقة صريحة اقول له مفيش مشكلة خالص دي المشطقة وفي الحالة دي المشطقة ايه هنحزفها طب لو انا محتاج مني تدخل بسيط هقول له اضرب في عدد او اقسم على عدد او ان انا احلى العدد اللي موجود ده لحصل ضرب عددين تعالى نشوف مشطقة تلاتة سين تربيع هتبقى اتنين في تلاتة بستة سين موجودة اه مشطقة سبعة سين بسبعة موجودة اه طب مشطقة ده الخمسة بصفر خلاص يبقى دي الدلة في المشطقة طب الدلة في المشطقة بتعمل ايه المشطقة تتحزف والدلة تنزل وزيد على القس واحد وقسم عليه بس زاد ثابت انت ليه قلت بس يا استاذ اقول لك هو هتقول لي معامل هنا خالص بقى انا بقول الدلة طب الدلة بتتغير لا تلاتة سين تربيع زاد سبعة سين زاد خمسة سائد ايه ثابت جميل اوي طب انا كده خدت ايه الحالة الاولى والحالة التانية احيانا يا استاذ يجيلي السؤال اه كسيرة حدود بس محتاج ايه شغل شوي زي ايه اقول له احنا بالراجل يمكن حلينا المسألة دي اكتر من مرة سين قص خمسة ناقص واحد على سين قص خمسة زاد الجزر التربيعي لسين قص خمسة بالنسبة لسين طب انا عشان بس ايه عملت لك الاسس كلها وتخلي بالك تشدك كده وانتباهك الاول الحد التاني والتالت محتاجين معالجة مني ايه بهاقول له سين قص خمسة دي تطلع فوق يا استاذ بسالب خمسة ماليش علاقة بالاشارة بتاع دي يعني لو دي موجب اخليها موجب سالب سالب زائد الجزر بحوله القس القس اهو وهنا ده ايه الجزر اللي مبقاش مكتوب في السين اللي هو الاتنين بالنسبة لسين طب يا استاذ ده انا عندي كده ايه المسائل بقت عادية اقدر اطبق النظرية الاولى ازود على القس واحد وقسم عليه برافو عليك اقول له يساوي سين قس ستة وتحت ستة الاشارة تنزل السين دي ازود عليها واحد الله هو هتقول لي سالب ستة ده انا جايبها لك بالايه قاصد عشان تعرف ان احنا بنطرح اهو زائد سين ازود على دي واحد تم انا ايلك انك انت لما تزيد واحد على الكسر اجمع البسط على المقام على نفس المقام زائد سابت طب يا استاذ محتاجة مني اه تدخل تاني اه السالب مع السالب هتبقى موجب يبقى دي ستس سين قس ستة زائد سين قس سالب اربعة مقام المقام بسط يبقى تنين سين قس سبعة على اتنين على سبعة زائد ايه زائد ثابت الله مسألة جميلة جدا وايه وشفناه طيب واحد يقول لي انا محتاج دلوقتي اشوف برضو مسائل تانية على التكامل اقول له تعالى يعني ممكن نجيب اه امتحان وزاري ونشوف المسائل اللي بيجي فيه انت احيانا مش احيانا انك الغالبية بيجي لك ما يقلش عن ثلاث مسائل تكامل اتنين تكامل عادي واحد تكامل محدد ايه استاذ تكامل محدد ده اقول لك بقى ده اللي احنا هندرسه الحلقات القادمة ان احنا هناخد التكامل المحدد وتطبيقات على التكامل المحدد تكامل المحدد هيبقى شكله ازاي بيتحل ازاي طريقته ازاي قال لك حاجة ما فيش ثابت التكامل ده انت بتعوض ولازم يطلع في النهاية عدد لازم يطلع في النهاية ايه عدد طب ايه تطبيقاته قال لك التطبيقات بتاعته هتبقى مساحات وحجوم وطبعا فيه قانون للمساحات وفيه قانون للحجوم دول اللي احنا هنتعامل معاهم ان شاء الله في الحلقات القادمة لكن احنا دلوقتي بنتكلم على التكامل العادي اللي هو غير محدد بس ما بنطلقش عليه كلمة غير محدد بنسيب الكلمة للتكامل المحدد فلما اذكر كلمة التكامل فقط يبقى انا في الحالة دي ايه بقول التكامل العادي تعالوا نشوف مسألة وزارية لو جبتي مسائل وزارية اشوف اقدر ان انا اطلع منها المسائل بتاع التكامل ولا تعالوا ده كده ما هيبقاش واضح طيب كده ايوة ده كان اه 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 اتنين عشرين اتنين وعشرين العام الماضي تعال شوف كده معايا كم مسألة التكامل ادي واحدة ادي اتنين ادي التكامل المحدد اللي بقولك عليه يعني تلات فقرات تكامل ايه اه في المسألة طيب اه لو خدنا مسألة تانية اه او امتحان تاني من امتحانات الوزارة طيب انا عايز بس اوضح لك برضو حاجة كل سؤال عليه كام ده انا موزج الاجابة اللي عندي المسألة الاولانية عليها خمس درجات شوف عمل ايه شوف كتب ايه زود على القس واحد وقسم عليه وقسم على معامل المجهول معامل سين اللي هو التمانية اللي هي هتتضرب فبعض يروح مع الستة وخمسين عليها خمس درجات شايف السؤال زي ده عليه خمس درجات يبقى الفقرة الف دي عليها كام خمس درجات يبقى انت كده بتجمع درجات عندك السؤال الرابع ايضا اهو الفقرة بتاع التكامل تلاتة واتنين كام خمس درجات ايضا كل فقرة عليها خمس طيب هو عمل ايه كامل زود على القس واحد وقسم عليه وبعدين بسط يعني السبعة وعشرين عالتادة فالتسعة اربعة عالتاشرة تنفع السبعة طيب السؤال التاني بتاع التكامل المحدد في السؤال الخامس اهو النم رباء السؤال الخامس شايفنا ايه كان برضو عليها تلاتة واتنين يعني كان يعني خمسة خمس درجات طيب الخمس درجات دول شاف كم خطوة واحد اتنين وبعدين كتب الناتج يعني انت تقدر تحل اه مسائل وتاخد منها اه درجات بكل سهولة منين من التكامل ومن الاشتقاق مسائل سهلة جدا ايه وبسيطة تعالي نشوف مسألة تانية او امتحان اخر ده امتحان الفين وسبعتاشر الفين وسبعتاشر تعالي نشوف كم مسألة ادي واحدة تكامل محدد اتنين مسألة تانية تلاتة تعالي نشوف المسائل بتاع الفين وسبعتاشر دي ونحلها كان الدور كام الدور الاول يبقى هقول له الفين وسبعتاشر الدور الاول هحل لك تلات مسائل في التكامل عليهم كم اتفقنا خمستاشر درجة يعني حلقة النهاردة ده غير لسه كمان التطبيقات يعني عشرين درج تكامل بيقول لي خمسة سين والس اربعة ناقص سين قس اتنين زائد ستة بالنسبة لسين والمسألة التانية بيقول لي تكامل احنا هناخد اتنين عشان التكامل المحدد لسه ما ايه الحلقة القادمة يبقى سين تربية ناقص واحد قس ستة في اتنين سين بالنسبة لسين دور عليهم عشر درجات تعالي نشوف الاولانية دي ايه هل ده قسم الدرجة الاولى وعليه هنا قس لا يبقى ده مباشر ده ايه مباشر يعني كل حد من الحدود بتاعته ازود على الاس واحد وقسم عليه يبقى خمسة سين قس خمسة على خمسة ده زي ده ناقص سين قس تلاتة على تلاتة زائد ستة سين زائد مين ثابت التكامل طب هنا هتبسط اه دي دي معادي راحت يبقى في الحالة دي سين قس خمسة ناقص تلت سين قس تلاتة زائد ستة سين زائد سابت النوع التاني دي الدالة طيب هال الدالة دي من الدرجة الاولى لا يبقى دور على المشتقة طب المشتقة هنا موجودة ولا لا سين تربيع مشتقتها تعمل ايه تنزل القس وتطرح من واحد يعني اتنين سين يبقى الدالة في مشتقتها دي بتتحل ازاي المشتقة تتحزف والدالة ازيد على القس واحد يعني الستة تبقى سابعة وقسم عليه زائد سابت طب لاحظ حاجة هنا ان اللي جوه ده ما بيتغيرش اللي جوه ايه ما بيتغيرش يعني سين تربيع ناقص واحد هي نفس اللي كان في المسألة المشتقة خلاص ملهاش وجود القس بتاعي زاد زاد واحد وقسمت عليه المسألة كده ايه خلصت دول كان عليهم كام عشر درجات في الاختبار بتاع الفين وسبعتاشر تعالى نشوف الفين وتسعتاشر كم مسألة نهايات عدي معاي مسألة اسف تكامل ادي واحد اتنين تلاتة تلات مسائل واحدة تكامل محدد واثنين عادي تعالى نشوف الفين وتسعتاشر حلها برضو مع بعض الدور الكام الدور الاول هكتب لك المسألتين واحدة العادية والتانية اشوف هيطلب فيها ايه تعالى نمسك الاولانية دي ايه يا استاذ مباشر يعني ايه مباشر طلاب طبعا دلوقتي اكيد مبسوطين واحنا بنوريهم المسألة بتاع الوزارة ومع نموذج الاجابة يعني بقولك هنا دلوقتي دي عليها كام وبتتحلف قد ايه خطوة او اتنين يعني اكتر مسألة ممكن تاخد تلات ايه خطوات وعليها كام خمس درجات يعني تقدر بكل بساطة تراجع معانا وتشوف الحلقات دي علي تيوب بعد ما بتشوفها على التليفزيون طبعا ايه بتتعاد بعدها باثناشر ساعة يعني لو عندنا الحلقة الساعة سبعة النهاردة بالليل هتلاقيها سبعة الصبح لو تلاتة العصر يبقى تلاتة قبل الفجر بتتعاد بعدها باثناشر ساعة طب لو انت بقى فاتك الحلقة او محتاج انك انت تراجع احنا بنرفعها على الليتيوب على قناة بتاع البرنامج وعلى قناة الشخصية ايضا برفع ايه الحلقات دي كلها فانت ممكن ترجع وفي الحالة دي توقف الليتيوب يعني وانت شغال الفيديو وشغال معاك بتوقف وتحل وترجع مرة تانية تسمع وتحل تعالوا نشوف المسألة بتاعتنا مباشر يعني ايه قلتلك تسعة سين قس تلاتة على تلاتة زائد اتنين سين قس اتنين على اتنين زائد ستة سين زائد ثابت طيب يا استاذ عندك اه تبسيط اه بسط بقى عشان دي بتاع عليها درجات برضو عالتلاتة فيها الواحد عالتلاتة فيها التلاتة اتنين تروح مع الاتنين طيب اه اكتب الناتج اه اكتب الناتج احسن انت يعني خمس درجات ما تضيعش منهم حاجة خالص يبقى تلاتة سين قس تلاتة زائد سين قس اتنين زائد ستة سين زائد ثابت المسألة خلصت طيب خمس درجات دمناه تمام تعالوا نشوف المسألة التانية يا استاذ هو عايز يغلطني ولا ايه هو كاتب لي عدد هن اقول له ما تشغيتش بالك انت بص على القوس من الدرجة الاولى ولا لا اه لقيتم الدرجة الاولى طيب من الدرجة الاولى ده يعني معناه ايه معناه يا استاذ نظرية رقم اتنين قوس من الدرجة الاولى قس ايه نون ازود على القس واحد واقسم عليه واقسم على معامل سين كأن الاتنين واربعين دي مش معاي القوس اهو ينزل زي ما هو ازود على القس واحد وقسم عليه وقسم على معامل المجهول زائد مين زائد ثابت طيب يا استاذ لقيت ان العدد ده يتبسط مع ده وماله ده احنا ده المطلوب عايزين نبسط تلاتة في سبعة بكام واحد وعشرين اتنين واربعين على واحد وعشرين في هالاتنين واحد تاني يقولي يا استاذ انا عارف ستة في سبعة باتنين واربعين على السبعة فالواحد على السبعة فالستة على التلاتة فالواحد على التلاتة فالتنين هي هي ودنك منين يا ايه يا جوح طيب يبقى انا عندي هنا طلع عندي هنا ايه اتنين والقوس تلاتة سين نقص حداشر قس سبعة زائد مين زائد آآ ثابت التكامل طيب احيانا يجيلي بقى مسألة زي كتن سين وهنا سين زائد اتنين ده السين بالشكل ده يا استاذ ده لده درق لقوس من الدرجة الاولى مرفوع لقس ولا ده اللف مشتقطة وما لا اعمل ايه اقول له يا اخي خليك الحاجة السهلة ما تفك القوس يبقى فك الاقواص خلي بالك اوعى تغلط ولا تيجي تقول لي ان احنا ايه عايزين ان احنا نخلص واخب بالك انت معي واقول له طيب انا اعمل ايه ابص على المسألة كده واقول له انا خلاص انا عايب شكلها اقول له فكر شوية انا عندي هنا لا قوس مرفوع لقس ولا ان انا عندي اه دلف مشتقطة انا عندي هنا ايه افك القوس يبقى سين في سين بسين تربيع زائد اتنين سين بالنسبة لسين بالنسبة لايه لسين ما تخليك معانا هنا بقى طب انا عندي سين تربيع بقت عادية ها بقت ايه عادية اقول له يساوي نوقف ولا نعمل ايه هنكمل سين تربيع عايزة كامل سين تربيع زائد اتنين سين بالنسبة لسين انت شايف معايا كده ولا لا طيب انت معاي اه سين تربيع يبقى هزود على القس يبقى سين تكعيب على تلاتة زائد اتنين سين تربيع على اتنين زائد ثابت التكامل في حاجة تتبسط اه بسط يبقى تلت سين تكعيب زائد سين تربيع زائد مين ثابت التكامل طيب جميل قوي يبقى انا عرفت كده ايه تعالوا نشوف مسألة لو كانت مسألة وزارية وفيها ايه تكامل اه نشوف من المسائل اوجد مشتقة او اوجد مشتقة الاولى قيم عزمة طيب نخلينا في مسألة اه تكامل ايضا نحاول نشوف مسألة على التطبيقات اله احنا بنتكلم على تطبيقات التكامل حاليا دوها تشغالين على تطبيقات ايه التكامل طيب اهو نشوف مسألة تانية تزايد قياس اوجد مساحة كل ده ما فيش عندي على تطبيقات التكامل مسألة تانية تكامل تطبيقات تكامل تحرك طيب ما اعطاني فاق يبقى انا عندي هنا ايه على المشتقة طيب نشوف احنا مسألة من المسائل اللي احنا كنا حلينهم اه قبل كده على تطبيقات ايه التكامل طيب احنا كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته